مشاهدين وللحديد باستفاضة عن الإضرابات التي تشهدها العديد من المدن الأوروبية معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد السلام حاج بكري سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أستاذ عبد السلام كيف تفسر تزامن التظاهرات بالعديد من الدول الأوروبية بذات التوقيت بريطانيا بلجيكا وكذلك فرنسا كذلك أيضا هناك مظاهرات في هولندا وفي دمارك وفي إيطاليا وإن كان بشكل أقل أثيرا وأقل حضورا على الساحة الإعلامية طبعا من المعلوم أن الهموم أو المعاناة مشتركة الآن في هذه الفترة بالتحديد بين غالبية شعوب أوروبا والتي يتمثل جوهرها في انخفاض قيمة العمل وزيادة والتضخم ارتفاع الأسعار نقص امدادات الطاقة الذي أثر على الأسعار فاردفعات وهذا النقص أيضا ارتفع أسعار الطاقة التي تستهلك منزليا بمقدار مئة بالمئة زيادة كل هذه القواسم المشتركة بين شعوب فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها من دول أوروبا دفعتها للتنسيق عبر نقاباته وكما هو معروف هناك نقابات مشتركة في أوروبا تضم بعض الدول وهي تنسخ فيما بينها عندما تكون هناك مشكلة مشتركة ما بين هذه الدول بين عمال هذه الدول بين منتسبي هذه النقابات يقومون بتحرك جماعي كله في بلده لإحداث أكبر تأثير ممكن على الحكومات الأوروبية بشكل جماعي وكما هو معلومة هذه الحكومات هي في الاتحاد الأوروبي وإن كان في السوق الأوروبي المشتركة أو بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولكنها تنسخ هذه الاقتصادات مع أوروبا لذلك فهي مرتبطة عضويا والتأثير الجماعي على القرار الأوروبي قد يكون أكثر فعالية حسب رأي نقابات العمال وهي نسقت هذه المرة وأفلحت إلى أحد كبير كما قلنا انضمت عدة دول عدة نقابات في عدة دول لهذه المظاهرات وخارجت مظاهرات كبيرة جدا في فرنسا أكبرها طبعا في فرنسا وبريطانيا وأقلها في البلدان التي ذكرناها هنا ذكرت أن الأوضاع الاقتصادية ومصادر التاقة هي وراء هذه التظاهرات ولكن قانون التقاعد الفرنسي وخطة ماكرون لماذا زاد من زخم هذه التظاهرات حقيقة تراكمت المعاناة دعنا نقول أو النواقص على الطبقة العاملة في فرنسا بشقيها الإداري واليدوي العمال اليدويين وتظافرت معها طلبات تجمعت تكدست طلبات هذه الشريحة العمالية الواسعة في فرنسا من الحكومة الفرنسية نتيجة النقص في الدخل نتيجة تراجع قيمة اليورو في فرنسا وارتفاع الأسعار في السوق هذا الجانب الأول الجانب الآخر والذي أحدث تأثيرا كبيرا وفارقا في الأول الأخير هو إصرار ماكرون على تمرير قانون التقاعد الذي ترفضه أكبر شريحة ممكنة واسعة أو شريحة واسعة جدا من العمال من الطبقة العاملة في فرنسا فقط يؤيد ماكرون في هذا الإجراء بعض اليمين المتطرف بعض اليمين المتطرف في هذا الإجراء والبقية من اشتراكيين ووسطيين حتى من أعضاء أعضاء في مجلس النواب الفرنسي من جماعة ماكرون أو من حزب ماكرون لا يؤيدون هذا الإجراء ماكرون يسر على هذا الإجراء لأنه يرى فيه حسب دراسات قدمت له بأنه يوفر سنويا على الخزينة الفرنسية حوالي 18 مليار يورو وهو يرى بأن توفير هذه الكمية من هذا المبلغ المالي الكبير يعيد التوازن للخزينة الفرنسية ويجنبها الصدمات التي قد تحدث كما حدثت كما تأثرت في حرب أوكرانيا هذا يجنبها ذلك ومن جانب آخر أيضا ماكرون يسر على هذه على تمديد سن التقاود رفع سن التقاود إلى الأربع أو ستين سنة استجابة ليمين أو استمالة لليمين المتطرف الذي يرغب بهذه القضية لأنها تخفف من قدوم اللاجئين إلى فرنسا تخفف حاجة فرنسا لقدوم لاجئين وتوظيفهم في الأقطاع العام والخاص في فرنسا ولكن القاعدة الشعبية رفضت هذا القانون إلى حد الآن هي ترفض هذا القانون أو المقترح تماماً طبعاً هناك شرائح واسعة جداً خرجت والجانب اليساري في شكل عام اليسار الفرنسي رفض هذه الخطوة تماماً الجزء كبير من حزب ماكرون نفسه وجزء من اليمين يرفض هذه الخطة رغم أن اليمين يحبّدها قادة اليمين تحبّدها لأنها تخفض في النهاية على المدى البعيد تخفض نسبة اللاجئين المقبولين في فرنسا لأن كما نعرف فرنسا هي مثل بقية الدول الأوروبية هي بلد عجوز يعني نسبة السن الشباب في فرنسا مرتفعة ونسبة العمالة أو الشريحة القادرة على العمل تنخفض تدريجياً وهي تضطر بذلك لتعويض هذه هذا النقص من خلال استخدام عمالة خارجية واردة من شمال أفريقيا أو من دول أخرى وهذا ما يسعى ماكرون واليمين المتطرف لتجنبه وطمع ماكرون أيضاً من خلال زيادة سنة تقاعد ولكن سريعاً بالحديث نعم سريعاً بالحديث عن بريطانيا في ذات الوقت هل ترى ارتفاع نسب التضخم في بريطانيا مبرر في هذا التوقيت لماذا لم تنجح الحكومة البريطانية بانتشال البلاد من أزمتها والسيطرة على هذا التضخم هل الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساهم بانهيار الاقتصاد أو تردي الاقتصاد أو واقع الاقتصاد في بريطانيا؟ حقيقة الأزمة بريطانيا مركبة وهي مرت بعدة أزمات تراكمت عليها وأوصلتها إلى هذا الحال الذي هي فيه اليوم نعم يعني من الصعوبات الكبيرة والعقبات التي صدفتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى عملية تغيير قادة حزب المحافظين بعد فضيحة بوريس جونسون كما نعرف مع حضر الكوبيد لاحقا إلى استقالة ليستراس وقدوم أيضا شخص آخر وهو ريشتوناك تراكم هذه وإضافة إلى ذلك تراجع شعبية حزب المحافظين كل ذلك دفع إلى زيادة التضخم في الفرنسا طبعا كما هو معلوم هناك ارتباط عضوي متشابك بحد كبير ترابط وتشابك بحد كبير ما بين الاقتصاد والسياسة عندما تختل موازين السياسة نعم في مكان ما تترافق مع حب الاقتصاد وهذا ما حصلت بريطانيا كما قلنا تراكمت الظروف الصعبة على السياسة البريطانية على قادة السياسيين البريطانيين فأدت إلى ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الدخل وردات المواطن إضافة إلى التضخم الكبير الذي يتزايد يوم بعد يوم وهناك مؤشرات إلى أن هذا التضخم لن يتم ضبطه هذا العام وهذا شيء مخيف لحظ المحافظين قد يتسبب في إقالتهم أو في إبعادهم عن قيادة الحكومة شكرا لكم وربما إزهاب الانتخابات مبكرة من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالسلام حاج بكري شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم